اشتركوا في القناة بلغت 57 مليون دينار ومن جانب اخر ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية المنشأ بنسبة 16% واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى من حيث حجم الصادرات الوطنية المنشأ البالغت 57 مليون دينار حققت المملكة العربية السعودية اكبر تقدم بين الدول التي شملها تقرير الكتاب السنوي للتنفسية العالمية لعام 2017 بارتفاعها 13 مرتبة الى المركز السادس والعشرون عالميا من اصل ثلاث وستين دولة شملها التقرير كما احتلت السعودية المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل اليابان وفرنسا وروسيا وفي هذا السياق اكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي ان تحسن ترتيب المملكة جاء نتيجة لتكامل جهود اكثر من اربعين جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الاصلاحات لخدمة بيئة الاعمال ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع اهداف رؤية السعودية 2030 حذرت وكالة بلومبرغ من تداعيات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على الاقتصال العالمي وقالت ان الحرب دخلت مرحاة خطيرة جديدة وسط مخاوف من استمرار التصعير بين اقوى اقتصالين في العالم وبحسب كاتب لومبرغ فان استمرار الحرب التجارية يمكن ان يكلف ما قيمته 600 مليار دولار من حجم الناتج المحلي الاجمالي العالمي في العام 2021 سجلت الاسهم الاوروبية تراجعا مع تركز اهتمام المستثمرين على اسهم البنوك واستقلق من غرامات محتملة على ايطاليا بسبب عجز الميزانية الكبير في الدولة المثقلة بالدين بما اضعف الاقبال على المخاطرة وانخفض المؤشر ستوكس 600 الاوروبي بنسبة 0.2% وحبط المؤشر فينانشل تايمس البريطاني في اولى جلسات البورصة هذا الاسبوع بينما اغرق المؤشر داكس الالماني منخفضا بنسبة 0.4% اعلنت شركة فيات كرايزلر الايطالية لسيارات انها تقدمت شركة ترينو الفرنسية بمقترح دمج تحويلي وسيكون الكيان الناتج عن دمج الشركتين مملوكا بالتساوي بين مساهمي فيات ورينو وقالت فيات كرايزلر ان الدمج كافيل بانتاج كيان قائد لصناعة السيارات عالميا بطرح 8 ملايين و700 ألف سيارة للبيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر